النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا اشتري انهي اوديو انترفيس نقعد مع بعض ونتفاهم في الموضوع ده الدنيا برد والشتة دخل جامد اختار كرت الصوت بتاعي بناء على ايه؟ حاجة حيارت ناس كتيرة ويبعتوا يسألوني اه طب اشتري ده ولا اشتري ده ولا اشتري ده ولا اشتري ده فيه رخيص وفيه غالي فيه رخيص بامكانيات قليلة ورخيص بامكانيات معقولة فيه غالي بامكانيات كبيرة جدا وغالي بامكانيات زي المعقولة بتاعت اللي هو الرخيص طب اشتري مين فيهم؟ الناس كلها محتارة تشتري ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده طيب قبل ما نتكلم على كرت الصوت بتاعك احنا هنتكلم شوية على في زياء الصوت في الزياء الصوت يا جماعة بتحكمني حاجتين مهمين جدا في الموضوع ده اول حاجة عدد الزبزبات في الثانية اللي هيتنقلك بها الصوت عدد الزبزبات في الثانية بيسموها بيشوها بالهرتز كل ما كان عدد الزبزبات عالي ده معناه ان الصوت ده حد الصوت ده حد وكل ما قال لعدد الزبزبات في الثانية الموجات ديت في الثانية كل ما كان الصوت واطي الانسان او المخلوق البشري بيسمع من 20 هرتز اغلز حاجة ممكن يسمحها او اخفت حاجة ممكن يسمحها دي مثلا دبت واحد على سجادة وصوف القوضة التانية انت تسمعها من قوضة تانية مثلا حاجة زي كده يعني 20 هرتز خليك فاكر الكلام ده العكس بقى احد الاصوات البشرية اللي ممكن الانسان يسمحها 20 كيلو هرتز 20 الف زبزبة في الثانية الثانية الواحدة يبقى فيها 20 الف زبزبة صوتية ده احد الاصوات اللي الانسان ممكن يسمحها بعد كده الاصوات اللي بعد كده الانسان مش هيسمحها وتحت كده الانسان مش هيسمع برضو الاصوات ده خلي بالك كمان ده ملتبط بالعمر يعني انت وانت صغير ودهانك سليمة وكل حاجة تمام وصحيتك كويسة هتسمع ال20 كيلو هرتز 18 كيلو هرتز كده يعني اما بتجبر في السن بعد سن الاربعين مش بتسمع 20 كيلو هرتز ممكن تسمع 18 و15 واخد بالك فبتقل قدرتك على تحديد الاصوات الحدة سماع الاصوات الحدة فحتى ملحوظة لطيفة ان مهندسين الصوت كلهم النجحين في العالم فوق الخمسين سنة بس اتحدى انك تخش على بروفايل اي واحد منهم وتشوف عمره اتولد سنة كام او عمره كام وما كلهم فوق الخمسين وفوق الستين كمان ولكن ما بيحبوش يقولوا المعلومة بتاعت سنهم ديت لان الناس ممكن تظن ان قدرتهم السماعية مش هتبقى كويسة وراس مال مهندس الصوت ودنه لو ما ودنه مش شغالة كويس خلاص ولكن هي المعلومة دي بالرغم من صحتها ولكن ما بتأثرش في قدرة الانسان او مهندس الصوت لان ما بقاش موضوع سمع بس عنده بقى الموضوع عنده خبرة وبقى الموضوع عنده تكنيكات بيستعملها وبقى ليه اسلوبه وبقى قلاص عارف هو بيعمل ايه وبيطلع الصوت في الغالب تقديره للصوت اللي طلع النهائي ده بيبقى كويس خلي بقى لك بتقوف انقلف موسيقى وهو اصم تماما ما بيسمعش خالص وقلف اجمل سمفونياته واقواها وهو اصم ما بيسمعش فخلي بالك خبرات العازف الموضوع ده مهمة جدا اللي موسيقى والحاجات اللي بيسمعها من جوة وتقديراته للضبط دي مهمة جدا تمام وانا هجيب بقى كارت صوت جيبلي كل الاصوات بتاعتي من اعلى الاصوات لحد الاصوات لقل لها طبعا مش هجيب كارت صوت وطواط لن الوطواط بيسمع على فكرة 35 الف زبزبه في الثانية يعنى الوطواط ممكن يسمع اصوات احد بكتير جدا من الاصوات اللي بسمعها الاساس انسان مش هايسمعها الوطوات ممكن يسمحها مجهز ان هو يسمحها ده بيسموه السوبر سونيك تمام كده طيب احنا عرفنا بعد من ابعاد الصوت فدوت اللي بيحدد لي النغمة دي حادة ولا غليظة اللي هو الكيلو هرتز بتاعي تاني حاجة بتحكمني ارتفاع وانخفاض النغمة دي النغمة دي فرق بينها بين الواطن وبين العلي ايه فيه فرق بينهم كان زمان بتاعي دوت اللي بيتسمع اه الناس كلها بتسمعه وتقول ده يعني الصوت بتاعه حلو جدا احلى من الام بي ثري دوت كان بتعمل على ستاشر بيت ستاشر بيت يعني ده اه معلومة في الكمبيوتر بالبيت اه الستاشر بيت دول هم اللي كانوا بيكفوا ان كنت الناس تحدد الاصوات الواطية من العالية ايه والفروق اللي بتبقى في النص دي كلها دلوقتي الاجهزة اللي كلها طالعة بتسجل باربعة وعشرين بيت اعلى من الستاشر بيت فده معناه انها ممكن تقدر نسب ودرجات علو والصوت اكتر بكتير من الستاشر بيت هل الانسان هيقدر يسمع لا الانسان مش هيقدر يسمع اكتر من ستاشر بيت مش هيقدر يميز اكتر ستاشر من اربعة وعشرين بيت كمان التفاصيل بتاعة الكيلو هيرتز بتاعتي اللي هو النجمة نفسها عدد زبزبات حد او واطية زي ما قلنا الانسان ما بيقدرش يسمع اكتر من عشرين كيلو هيرتز في الثانية السي دي بتاعنا السي دي بتاع زمان اللي احنا قلنا عليه الحلو الجميل دوت السي ده مضبوط على اربعة واربعين واحد من عشرة كيلو هيرتز في الثانية اربعة واربعين الف زبزبة في الثانية وانت مش هتسمعها طب حطوها ليه قالك علشان في قانون اسمه او نظرية اسمها نظرية نايكوست نظرية نايكوست دي بتقول ان عشان توصل لتفاصيل ملف سواء كان بصري او صوتي من موجات الانسان يقدر يميزها لازم تعمل انت الملف بتاعك ضعف الريزوليوشن اللي الانسان يقدر يسمعه او يشوفه فكانوا بيستعملوها في البصريات في التلفزيونات مثلا يعني لو انت عايز مثلا تشوف الفريمز بتاعتك الانسان بيشوف اربعة وعشرين فريم في الثانية بالنسبة للناس اللي بتصور فيديو والناس اللي بتصور ثانية من اربعة وعشرين فريم في الثانية فعشان تشوف بتاعت الانسان ده تبقى كويسة مش تصور لي بسرعة بتاعتك تلقط لي اربعة وعشرين صورة في الثانية وخلاص لا انت بتعملها ضعف بتاعها خمسين صورة في الثانية فده كفية جدا خمسين لقطة في الثانية هيكفه انك انت الانسان يشوف اربعة وعشرين فريم بير سكند كويسين جدا فيش اي مشاكل فيهم فده بصريا فانت عشان في الصوت لو هنترجم نفس النظرات دي في الصوت عشان الانسان يسمع عشرين كيلو هيرتز كويسين فيش اي مشاكل فيهم ويقدر يميزهم كويس لازم تدي له تفاصيل ضعفها علشان يقدر الانسان فعلا يستوعبه فيبقى اربعة واربعين الف زبزبة في الثانية عشان الانسان يقدر يميز عشرين الف بس منهم طيب ده ده خلاص اربعة واربعين الف وستاشر بيت تمام التمام دلوقتي اجهزة الصوت كلها واللي انت بتشتريها الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عشان انت عايز منهم عشرين الف بس. طبعا ده كتير جدا جدا جدا. وبدل ما بتصاوب ما تسجل على ستاشر بيت عشان الارتفاع الهبابة والهبابة هبابة والهبابة هبابة بين الفرق والطبقات دي كلها. انت بتسجل اربعة وعشرين بيت ضعفت الكميات اللي انت بتقدر تعملها. هل الانسان هيمايز كل ده? مش هيمايز خالص الكلام ده كله. في حاجة كمان بالنسبة اربعة وعشرين بيت من ستاشر بيت من الممكن يكون فيه فايدة انك انت فعلا تسجل كل تسجيلاتك اربعة وعشرين بيت. دلوقتي احنا زي ما اتفقنا ان البيت دوت بيسموه العمق بتاع البيت. ده عبارة عن اللي بيحددلي اللي هو المسافة ما بين العالي وما بين الواطن. لو انت تخيلت انك انت عندك الالات بتصنع ضوضاء المشي بيصنع ضوضاء فيه في التسجيل بتاعك. كل مكان الفرق ما بين اعلى نقطة. واوطى نقطة اللي هي الضوضاء دي. كل ما الضوضاء دي هتبقى لها حجم وتزهر معاك في التسجيل وتقدر تعمل حاجات عشان تشيلها. كل مكان الفرق عالي كل مكان التسجيل. فدي يمكن تكون نظريا من الفوايد انك انت تسجل اربعة وعشرين بيت مش ستاشر بيت. فلما تسجل سجل اربعة وعشرين بيت طالما الكمبيوتر بتاعك يقدر يستحمل وكارت الصوت بتاعك يقدر يستحمل ان هو يسجل اربعة وعشرين بيت. وكارت الصوت بتاعك فيه امكانية ان هو يسجل اربعة وعشرين بيت. طب انت بتعمل ايه في نفسك بقى دلوقتي? اولا لو انت سجلت مية اتنين وتسعين اربعة وعشرين بيت. اللي هيحصل انك انت هتجهد جهاز الكمبيوتر بتاعك. البروسيسور بتاع الكمبيوتر ليه قدرات معينة ومحدود بيها. انت بتحمله كمية كبيرة جدا من المعلومات عن الملف الصوتي اللي انت مسجله دوت. فلازم الجهاز بتاعك يكون يقدر يستوعب الكلام ده. دي اول حاجة. آآ تاني حاجة هل انت هتحتاج كل دوت فعلا? ما اعتقدش. يعني حتى الان ما ما فيش حد يقدر آآ يقول ان هو احتاج الكلام ده كله. ولكن في حاجة برضو اللي انت بتستعملها او الاجهزة اللي انت بتركبها على التركات عشان تطلع لك تأسير صوت زر وزر الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها مختلفة وبتستعمل تفاصيل في الصوت. كل ما كان عندها مادة خم اكتر من الملف بيت هيقلي نظريا. حتقدر تتعامل معها اكتر وتطلع تفاصيل كتيرة منها انت اساسا ما كنتش آآ حطيتها يعني ما حطيتها في بالك لانك انت مش سامحها ولكن هي جوة التفاصيل ديت ممكن تفرق مع البلاجينز بس هتفرق قد ايه? مسلا دعف مسلا اتنين وتسعين كفاية جدا تسجل? ممكن اتنين وتسعين كفاية جدا انك انت كل البلاجينز دي تشتغل وما باشي اي مشكلة معها. يعني مش لازم توصل لمية اتنين وتسعين ستة وتسعين كفاية جدا انك انت تشتغل مع البلاجينز بتاعتك ويبقى كل موجود معاك. ستاشر بيت والاربعة وعشرين بيت زي ما قلنا الاربعة وعشرين بيت هتحط اللود على البروسيسور بتاعك. ولكن في كمية معلومات اكبر جواها بالنسبة للارتفاعات والانخفض لو انت بتستعمل آآ يعني بتاع اوركسترا مسلا ومحتاج تعمل آآ الصوت بتغالي انت لو سمعته الاربعة وعشرين بيت ديت هتتجنم بصرحة هتتدايق لان المسافة المدين الاصوات الخفيضة والاصوات العالية هتبقى كتير اجيء فانت هتقول الملف ده مش مريحني وانا بتعامل معها لو انت سمعت اربعة وعشرين بيت. بنما الحصن الحظ يعني مش هدد تسمع كتر من ستاشر بيت. آآ فيه اختبار انا هحطه في العنوان بتاعه على الويب آآ محطوط تحت الفيديو. الاختبار ده اعمل له لنفسك. آآ في بيحط تلات ملفات واحد 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 هيحطه اربعة وعشرين او ستاشر بيت كمان. فانت مش هتقدر تفرق بين التلاتة. يعني اتحداك وهو بيجيب لك الاغنية متسجلة تلات مرات. ستاشر واربعة وعشرين بيت. ومسلا ام بي سري. وانت تختار اللي انت تظن ان بتاعتها جيد. واتحدى ان حد فيكو يجاوب كل الاسئلة صح ان دي فعلا ان هي دي الحاجات اللي اربعة وعشرين بت مسلا. انا بقى شو بتعرف الفرق ان الموضوع اللي اربعة وعشر بت ده مش هيفرق كتير خالص معاك. مش هيفرق تماما يعني. ولكن مع البلاجينز ممكن بيت هيقني ممكن البلاجينز تستعمل شوية معلومات جاية منه. فانا في رأيي سجل اربعة وعشرين بت كل حاجة. ومسطر على ستاشر. يعني سجل اربعة وعشر بت ومكس ومسطر على ستاشر. آآ سجل على ستة وتسعين كيلو هيرتز في الثانية. ولما تيجي وتيجي اعمل على تمانية واربعين يعني مش 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 شرط تعمل على اتنين وتسعين. ده هيوفر لك ريسورس كتيرة على الكمبيوتر. وده تحيحسن من من سرعتك في العمل. طيب احنا مكلمناش لسه على الاوديو انترفيس. طب انا اشتري انهي اوديو انترفيس. انت ممكن تشتري الاوديو انترفيس اللي هينتج لك الانتاج اللي انت عاوزه ستة وتسعين ستاشر بت لو انت عايز. وستة وتسعين واربعة وعشر بت لو انت عايز. ومية اتنين وتسعين واربعة وعشر بت لو انت عايز. انا في رأيي اشتري دايما في الاوديو انترفيس اللي بيبقى امكانياته اعلى. اللي بيبقى امكانياته اعلى. ليه? ما انت ممكن ما تستعملهاش. ولكن دي علامة على ان الاوديو انترفيس دوت اللي جواه اللي هو الشريحة بتاعة الكمبيوتر اللي جواه دي حديثة. لان حد وقته قريب ما كانوش بانتجه اكتر من ستاشر بيت. اربعة عشرين بيت دي طالع مسلا من عشر سنين مسلا اقل من عشر سنين كمان. فده معناه انك انت الاجهزة كل ما حتجيب اجهزة بتنتج الملفات الاعلى ده معناه الجهاز تكنولوجيا بتاعته اللي جواه ليلة دي علامة في رأيه يعني. وخبالك اه اللي موجودة في السوق هتلاقي بصراحة اللي طبق عليه المواصفات كلها من ناحية السعر الجيد جدا. ومن ناحية الامكانات هتلاقي بعض اه اه الفوكس رايت. الفوكس رايت سكارلت ده مشهور جدا هتلاقي فيه سولو ده بيسجل تراك اه فيه بري امب واحد للمايكروفون يعني مكبر صوت واحد بس لصوت المايكروفون تستقدر تستعمل مايكروفون بس تقدر تستعمل جيتار معي يعني مايكروفون وجيتار. وفيه كمان اللي هو العادي اللي هو اتنين ان واتنين اوت ده بتقدر فيه اتنين بري امب بتقدر تستعمل اه المايكين مع بعض في ونفس الوقت او مايك وجهاز اه جيتار مسلا. وفيه بقى كمان اللي باربع مداخل اه مسلا او ده وقت هتلاقي انك انت عندك اربعة بري امب بيدخلوا كل واحد منفصل عن التاني بتقدر تستعمل اربع مايكات في وقت واحد. فيه طبعا اه الموديلات بتبقى ستة وفيه تمانية ام اوديو عاملة برضو شوية اه اوديو انترفيسز اه برضو بتديني مية اتنين وتسعين وبتديني اه اربعة وعشرين بيت. في اوديو انترفيسز ابولو دي غالية من بخمسمية دولار وانت طالع اه داية هتلاقي يعني البروسيسور بتاعها طبعا هيبقى اقوى. هاخد بالك بيدعو هم ان كمان بتاعهم طبعا القواليتي اعلى وان كمان بينزل معاهم بلاجينز تمانية تمانية يعني اواخد بالك. فاللي انت تقدر تستعمله ولكن الضبط الموازنات كلها معايا بالنسبة للامكانيات وبالنسبة للسعر كان شركة وبتبيع في العالم كله يعني مش موضوع ان احنا بس في المنطقة العربية اللي حاسين بالموضوع ده لا العالم كله كل الناس اللي في بيوتها عشان الاستوديات بتاعت البيوت غالبا بيلجأوا للفوكس رايت علشان سعر بتاعها بالنسبة للامكانيات. اتمنى ان انا بالمعلومات البسيطة دي اتقدر اكون وضحت لك بالزبط امكانيات الاوديو انترفيس ايه لما تيجي تشتري? وايه اللي تقدر تفهمه من المعلومات اللي بتبقى مكتوبة على الشيت اللي هو بتاع المواصفات بتاعته. المعلومات اللي تهمك يعني. واتمنى لكم كلكم التوفيق لو اي حد عنده سؤال يبعته لي. اشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة